تتراكم الآثار الكارثية للتلوث في محافظة البصرة التي أصبحت تستجدي بيئة نظيفة صالحة للعيش البشري بسبب الملوثات التي تتعدد مصادرها وأشكالها وباتت تشكل خطرا متزايدا على الصحة العامة شط العرب تحول إلى مكب للنفايات ومياه المجاري فضلا عن مصب سبعة أنهر فيه تحمل المياه الآسنة بعد ارتفاع اللسان الملحي فيه وشكى مدير قسم النخيل في دائرة زراعة البصرة عبدالعظيم العيداني من تأثيرات مياه الصرف الصحي ومياه المصالع والمستشفيات في زيادة نسب التلوث إلى جانب التدهور الكبير في قطاع الزراعة مؤكدا أن ارتفاع نسبة ملوحة المياه إلى 15 ألف تي دي أس يمثل سابقة خطيرة جدا أتت على أشجار النخيل في البصرة التي عرفت منذ زمن طويل بجودة تمورها وكثافة إنتاجها لا يقتصر التلوث على المياه فحسب فالهواء هو الآخر مثقل بالعناصر الملوثة حيث تقول رئيسة القسم الفني في بيئة المنطقة الجنوبية ظافر نعمة إن الهايدروكربونات الملوثة التي تسبب الأمراض تصل في بعض المناطق إلى أعلى ب16 ضحف من المعدل كما أن التهديدات البيئية الخطيرة تصل إلى حقول موجات المايكرون ناتج عن أبراج الاتصالات المنتشرة فوق المنازل مسببة لأمراض عديدة حسب المنظمة الألمانية لحقوق الإنسان في البصرة ويؤكد مدير المنظمة سعد الجبوري أن أحدث إحصائية للمنظمة سجلت 1200 حالة مرضية 60% منها مصابة بالسرطان حيث تحولت البصرة إلى ما يشبه الحقل الكهرومغناطيسي بوجود المئات من أبراج الاتصالات والإنترنت والبث الإذاعي ورغم وجود كل هذه الملوثات البيئية وظهور آثارها الخطيرة على حياة الناس إلا أنه لا حلول تلوحب الأفق لانتشال واقع المدينة المرير الطافية على بحر من النفط